تحية لكل أصدقاء المشاهدين بحلقة جديدة من سلم على السماء اليوم نحن موجودين بمطرانية الروم الأورتودوكس بمدينة زحلي مع سيدة المتروبوليت أنطونيوس السوري رعي برشيد زحلي وبعلبة كواتا وبعن للروم الأورتودوكس مجد لله مجد لله دائما خلينا نحدد نحن أكتر وين هلأ هون بأي كنيسة صغيرة نحن هون بهايدي الشبال بالمطرانية كنيسة سيدة البشارة حقيقة هايدي لصلاواتنا اليومية نحن بتقليدنا الأورتودوكسية المطرانية بسموها اللي والاللي جاية من هي مسكن الراهب يعني غرفته بالدار للراهب اسمها اللي وعند زموارنا كما بيقولوا لأيه ونفس الشي فهيدي نفس التقليد يعني من هكي بالقلية بيكون في دايما كنيسة صغيرة للصلاوات اليومية ويعني هالخدمات التقوصية بس من حسة يعني مشبعة أكتر بالإيمان بالزخائر بالأيقونات بالصليب المقدس بالأربان الموجود يلي فيه ينجد عليه السجود لألوى يعني على مدار الساعة إذا حدا بيحب نحن بتقليدنا ما عنا السجود للقرمان ولكن فيها الروفات المقدسة اللي بيقدروا الناس يجوا يتبركوا منا موجودة عنا رفات لأول شي شفيعنا مارن أولى شفيع الكاتدرائية وعنا لقديسين يعني كبار مثل الزهبي الفم باصيليوس الكبير ولا شهداء عظماء مثل جيورجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ولا قديسين معاصرين أكيد قديسين وقديسات الديسة بيلاجيا مثلا البعلبكية كمانا عنا جزء من رفاتها نعم فيعني فيه مجموعة رفات بركة هيدا الحقيقة أول شي لألنا كمطرانية وتاني شي لكل مؤمن بيجي هيك بيتبرك منا اليوم بصراحة أحبين عبر هذه الحلقة سيدنا نتعرف أكتر كيف الواحد بيقدر يكون بالرهبنة الأرثوديكسية هل هناك من شروط كيف بيتدرج ليصير كاهن ومنعرف أنه فيه صعوبة بمطرح معين خاصة عند التواقف الأرثوديكسية أنه الواحد يوصل يصير كاهن ما رحقول أساوي بس فيه تعمق أكتر بالإيمان فيه اختبارات كتير بيقطع فيها خلينا نبلش من الأول بأي عمر بتبلشوا تاخدوا الشباب والصبايا للرهبنات بأي سنة إذا فينا نعرف بلشت الرهبنات الأرثوديكسية نحنا إذا بدنا نحكي هيك لمحة تاريخية حول الرهبنة الحقيقة نحنا بنعتبر أنه الرهبنة كانت موجودة يعني مع الرب يسوع وحتى قبل الرب يسوع في عندنا بعض الأنبياء بالعهد القديم مثل إليا النبي مثلا نعم إليا النبي كان راهب ناسك ما كان متزواج يحنى المعمدان يلي هو كان ختام للعهد القديم كان على مفصل للعهد الجديد هو اللي إجا ومهد الطريق أمام الرب يحنى المعمدان كمانا كان راهب والحقيقة بالتراث اليهودي كان في جماعة اسمها جماعة الأسينيين يعيشوا حد البحر الميت هيدول وجماعة قمران بيسموهن كمان لأن لقوا مخطوطات هني هيدولي كمانا كانوا جماعات يعيشوا إما كمتزوجين يعني منفصلين عن العالم إما كمتبتلين منفصلين عن العالم متبتلين بس تنوضح أني يعني بتوليين بدون زواج صحيح فهالرهبن يعني إذا بنا نقول بالعمق يعني هالروح موجودة منذ القديم روح التكرس لله التكرس الكل لله الرب يسوع بالنسبة لأنه هو الراهب الأول وهو المثال لأنه هو رمز للبتولية رمز للعفة رمز للطهارة للنقاوي وهو يلي فيه مثل ما بيقول الرسول بولوس حلم إلا هو جسديا ونحن هدف الراهب بحياته هو أن يصل إلى التأله يعني أن يصل إلى الاتحاد بالله ومعاينة الله يعني كلنا مشروع إديسين كل إنسان مشروع إديس ولكن الراهب بالأكثر لأنه هو يترك كل شيء ويتبع ويتبع المسيح مثل ما بيقول الرب يسوع للشاب الغني إذا أردت أن تكون كاملا تترك كل شيء مع أنه هديك الشاب لو هك استطردنا شوي بس مهمة بيجي بيسأله للرب ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية بيقول له أعمل وصايا ما هيك لا تقتل لا تسرك لا تزني أكرم قال له أعمل كلهم قال له أعمل بعرفه من زمين قال له أعمل نقصتك وحدي إذا أردت أن تكون كاملا فإذا الرهبنة هي دعوة ولكن ملك للناس يعني هي خلينا نقول نعمة خاصة تعطى للإنسان إيه بس بالحياة عند الألمانيين كمان لازم يترك كل شيء ويتبع المسيح صحيح هيدا هلأ أكيد هيدا يعني ما هي الإنجيل هي دعوة لكل إنسان بس الراهب بيترك شو بيقوله حرفيا يعني نعم لأنه بينتقل بيته بيترك مدينته تايروح يعيش إن كان بالصحراء أو بالدار أو بقليته أو بقليته لكن هيدا بداية يجب أن نقول كعام كعام هلأ إذا أسأل الحقيقة لازم نوضح أكتر يعني قلنا إنه الرب يسوعه والمثال والمسيحيين الأول بالكنيسة الأولى كانوا يعيشوا مثل الرهبان كمان يعني هلأ نحن عند الرهبان مثلا بيقوموا بن الصلال بيصلوا كانوا المسيحيين الأول رجال ومرتوا يقوموا يصلوا والعيلة والعيلة الأصوام كانوا يعملوها شو بيقولوا جهاد الروحي جهاد العفة والتواضع والفقر والطاعة الكلمة الإلهية كانوا يعيشوا والجماعة الأولى المسيحية يعني بأعمال الرسل لما منقرأ عن الكنيسة الأولى أنه وكان كل شيء مشتركا فيما بينهم ولم يكن بينهم أحد يقول أن له شيء وكل واحد كان يجي ياخد حاجته من الرسل وكانوا كلهم قلب واحد وفكر واحد ويصلوا بقلب واحد هالحياة الكنسية الأولى حياة الكنيسة في زمن الرسل ببدايتها هي النموذج للحياة الرهبانية كجماعة يعني الرهبانية هي غايتها أن تحيا الإنجيل بكماله عبر عيش سر الشركة في الجماعة مثل ما الكنيسة الأولى كانت عم تعيش هالسر خلينا نقول هون ونوضح للمشاهدين خاصة غير المسيحيين يلي عم يشوفونا أنه بالبداية ما كان فيه طواقف مسيحية يعني ما كان فيه أورتودوكس ما كان فيه كاتوليك ما كان فيه موارني ولا لاتين كانوا كلهم مسيحيين وكلهم يتبعون الرب يسوع مع الأيام والمشاكل اللي صارت السياسية خلينا نقول هي بسبب السياسة صار هذا الانقسام الكبير وصار فيه هذه الطواقف إنما الكل يتبع طريق واحد هي طريقة سيدنا يسوع المسيح صحيح صحيح يعني الانقسامات اجت بعدين حقيقة فيه إلى أسباب ما فيه شك سياسي فيه أسباب عقائدية اليوم فيه حوار فيها هلأ الرهبنة يعني مثل ما قلنا يعني بلشت تنشأ وتبين ابتداءا من القرن الثالث مسيحي يعني كأشخاص يتركوا فعليا العالم يروحوا يعيشوا بالصحرة هلأ تعرفوا الكل بيعرفوا بيسمعوا الانديس انطونيوس أبو الرهبن بالحقيقة انطونيوس ما كان هو أول واحد راح عن برية كان فيه قبله كان فيه قبله أشخاص يعني يروحوا فرادة سمع العمودي مثلا لا سمع العمودي بعدين بسوريا سمع العمودي كان قبله فيه حدا اسمه بولوس البسيط بمصر بيسموه الأنبا بولا هيدا كان قبل ناسك قبل وانطونيوس لما راح بعدين تعرف عليه بس انطونيوس الكبير ميزته انه صار هالرهبان يجمعون بسبب حياته صاروا كتير يتشجعوا على حياة الرهبان ويتركوا يعني بيقولوا بالقرن الرابع ان الصحراء امتلقت من السكان قد ما صار فيه ناس راحوا يصيروا رهبان يعني الرهباني ما في شك بلشت بشكل قوي بمصر يمكن بهالصحراء بصحراء الإسكندرية بوادي النطرون البحر الأحمر وبسوريا كمانا يعني متل ما حكيت سمعان العمودي فرام السرياني إلى آخره كل هالإديسين كمانا اللي بسوريا كمانا بلشت تنتشر الرهباني بلاد سوريا فإذا من ابتداع من منتصف القرن التالت بلشت هالرهباني تنمى أكتر بالقرن الرابع بلشت تصير فيه كثافة خامس سادي السابع تامين صار فيه كتير يعني الرهباني صارت منتشرة حتى في المدن يعني بالقسطنطينية في دير اسمه دير ستوديون هيدا يعني كان دير بقلب المدينة وهو مشي عن نمط الباصيلي يلي أسسه الإديس باصيليوس الكبير يلي هو عرف الرهبانية مصر وأخذ منه وعرف رهبانية سوريا وأخذ منه وعمل رهبانته هالنمط الرهباني اللي هو في هالخدمة والمحتاج والفقير والمريد والغريب وأنشأ هالنمط الرهباني متل ضيعة يعني دير ستوديون هو بوقتها كان القسطنطينية كتير فيها أديار بس دير ستوديون هو من أهم الأديار يلي أثرت بالتراث البيزنطي لأن كان له دور بالشي اللي منسميه تيبيكون أو كتاب أصول الخدم الكنسية وكمان بتيبيكا يعني الأصول للحياة الرهبانية كمان بعدين هو ومعدار القديس سيبة بفلسطين نعم فيعني الرهباني بلش يتنشأ يعني ابتداء من القرن الثالث خلنا نقول صار إليها الشكل المتميز من أهم الشغلات يلي خلت أنه الرهباني تصير مثل انتفاضة وثورة في الكنيسة هي أنه المسيحية بعد منشور ميلانو 313 صار المسيحيين بلشوا يطلعوا فوق الأرض كان قبل يتخبوا بالدياميز بالمقابر صحيح فطلعت المسيحية فوق الأرض بعدين قسطنطين أعطى الحرية للمسيحية صار أعداد كبيرة تفوت على الكنيسة بلش يدخل بالكنيسة كمان عظمة الامبراطورية الرومانية من هاك الرهباني أجيت بهالزمن متل خلنا نقول تعمل صدمة للمؤمنين وثورة على منهج الحياة الدنيوي أنه أنتم بولوس الرسول بيقول ليس لنا ها هنا مدينة باقية إنما نطلب الآتية طيب بهذا الوقت بس ما كان في بعض قوانين خاصة بالرهباني بلش ابتداء من القرن الرابع بلش يصير فيه قوانين رح نحكي عنه أنا بعد نتوقف مع ترتيلة من أحد الأباء ومنتابع نحن وياكم هذه الحلقة أيها الملك السماوي المعازي روح الحاق الحاضر في كل مكان والمال والكل كنز الصاليحات ورازيق الحياة هلما واسكو فينا وطهرنا من كل داناس وخلص أيها الصالح نفوس نار 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 حلقة نحن وياكم نسلم على السماء عن الحياة الرهبنية وجوهر الحياة الرهبنية عند الروم الأرثودوكس مع سيدنا المتروبوليت أنتونيوس السوري سيدنا مثل ما قلنا بأول جزء بدأت بالقرن الثالث الحياة الرهبنية إذا فينا نقول بمساطة بعقدهم إذا فينا نقول بعدين صارت تكبر شوي شوي بلشت القوانين تاخد مطرحة ومنتابع معك يعني الناس الحقيقة بتسألوا أنه هذا الراهب شو شغلته بالحياة البعض بيعتبروا كأنه الراهب يعني ما عنده شغلي وعملي اللي ما عنده شغلي برح يعمل خوري ما بس خوري راهب الراهب أفضع من الخوري لأن الخوري الأهل بيقبلوا شوي بس راهب ده شو رايح يعمل في نحياته ويدمر حاله بعدين بيفكروا أنه اللي بيروح يعمل الراهب يعني هذا أنه متوازن أو إنسان فاشيل بس هذه الفكرة بعضها بجزء منها صحيحة لها البعضة لليوم للأسف البعض هيكي طيب هون يباني هليلين خلال نطرح سؤال هل يحق يعني هل هناك كهنة أرتودوكس متزوجين أكيد أكيد نحنا بالتراثنا كهنة الرعاية لازم يكونوا متزوجين رح نحكي عنهم بعدين نكفي مع الرهبان نعم فالراهب شغلته الأساسية الحقيقة هو أن يصلي لأجل العالم أن يبكي لأجل العالم أن يحمل العالم في كيينه في صليته حتى شو بقوله يكون هو أمام الله يعني حامل هالمسكونة وهالبشرية بضعفها بخطاياها مثل ما هو حامل نفسه يعني مش بس بالصلاة الأبانة والسلام أو صلوات الخاصة بأعماله بيتوبته بأعماله بيتوبته بكل شيء صحيح بيصيامه أكيد كل شي بيعمله بالتقشف اللي بيعمله كل شي بيعمله لأداسته هو هو بيكون كمان لأداسته عم بيعمل معه روح دي لأجل العالم ليش؟ لأنه نحنا باللهوت بنقول أنه الإنسان هو ميكرو كوزموس يعني كون مصغر يعني إذا أنت بتتغير بتغير الكون حولك وهيدي خبرة الأديسين يعني الأديسين كانوا يعني لوحوش بس يكونوا هالأديسين فعلا استناروا سكنت فيهم نعمة يجوا لوحوش يخدمون وهيدي معروفة بيسير الأديسين صحيح فمن هيك الراهب هو ما بيتوب لأجل نفسه فقط هو بيتوب لأجل أن يتغير هو والله فيه وبواسطته يغير العالم من هيك هو الراهب شغلته الأساسية أنه يفوت بهالحرب الروحية للتطهر للتنقية حتى يصير عنده المحبة الكاملة لأنه طالما الإنسان بعد أهواءه متحكمة فيه ما بيقدر يحب إلا محبة أنانية فهيدي بشكل هيك أولي هلأ فيه خلينا نقول بعض النقاط المهمة لواحدك يعرفها يلا أنه الرهبنة هي هالتكريس أسأل كل لله كيف إبراهيم أبو الأباء قال له بالعهد القديم للرب ها أنا زايا رب لما قال له ترك بيتك وعشيرتك إلى الأرض التي أريك كيف مريم العضرة قالت للرب ها أنا ثاءمة للرب هذا هو التكريس الراهب هو من يتكرس هكذا مثل إبراهيم بيترك مثل العضرة بيصير كليا هو لله حتى يسكن الله فيه فيها صعوبة منها هي هي فيها صعوبة إذا بدك فكر فيها بالمنطق البشري صعوبة كبرى تما أقول استحالة بشريا ولكن نحن إيماننا بيقول خير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله من هيك الراهب يلي جي تعيش الرهبني بيقوته بيفشل بده يسلم حاله يعني بده يجي يعرف أنه هو ضعيف إذا ما عرف ينفتح لله حتى بقوة الله يعيش راهب ما بيقدر يعيش يعني هاي دي من هيك يعني أهم شغلي عند الراهب أنه أن يتشبه بالمسيح الذي أخلى ذاته وآخذاً صورة عبدين يعني بده يفرغ نفسه من نفسه حتى يصير هو مسكن لله مسكن لله هلأ من هيك الإنسان اللي عم يتوق لها الأمور بعيش رهبنته يعني كحياة خلينا نقول كسعي ليعيش الإنجيل بكماله من هيك الرهبنته ما هي شيء غير الحياة المسيحية كل إنسان مسيحي مطلوب منه إنه يعيش الإنجيل والراهب هو بياخد على عاطقه من خلال هالحياة اللي بعيشها وبعدين من خلال النذور إنه هو أن يحيا الإنجيل بكماله هايدي وبالتالي هدا قاله مفاعل يعني بده يتبع المسيح بده يحمل الصليب هايدي من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه وليحمل صليبه كل يوم ويتبعني فالحياة الرهبانية الحقيقة بتاخد معناها بتلات أوجه بيسعى الراهب إنه يعيشها في أول شيء الحياة الرهبانية هي حياة فصحية تاني شيء هي حياة نبوية تالت شيء هي حياة رسولية رابع شيء هي حياة تأملية خامس شيء هي حياة تمجيد كالملائكة هيدولي هن الأساس الأساس وخلينا نقول كخلاصة لقلهم كلهم الحياة الرهبانية هي حياة تجدد تجدد كياني بالنعمة والدخول في سر معرفة الله كمان عندكم بالرهبانة بيجددوا النظور لا هون تجدد عم نحكي بالمعنى الداخلي للإنسان على الإنسان الداخلي يلي هو تجدد بالتوبة بيكون نعم طوبة هي بس في تجديد للنظور بالرهبانة؟ لا ما فيه آه مرة واحدة بينظر نظوره بينظر نظور مرة واحدة وخلاص كان الله يحب المحسنين نعم عند الرهبات وعند الرهبان عند الكل عند الكل نعم هلأ الحياة الرهبانية في صحية ليش؟ لأنه الراهب بيموت عن العالم تيقوم إنسان جديد على صورة المسيح يعني بده يموت عن إيرادته البشرية يلي بتشده نحو ما في هذا العالم يمكن من ملذات من شهوات من كل شي بيخلي الإنسان أنه يبتعد عن محبة الله حتى يطلب أن يحيا بمشيئة الله من هاك الإنسان الراهب يعني هو إنسان يحيا في سر القيامة في سر التجدد الداخلي الدائم يعني هو دائما في موت وقيامة لأنه طيصير في قيمة بده يكون في موت موت عن الإنسان العتيق وقيمة بالإنسان الجديد على صورة الرب يسوع الحياة النبوية للراهب هي إنه هو دائما يصرخ بكلمة الله ولا يقبل لا أن يحابي الوجوه ولا أن ينطق بغير الحق وهذا يمكن بيحمله تقل لأنه يمكن الناس أو المسؤولين حتى إن كانوا في العالم أو في الكنيسة يمكن في أحيان كثيرة ما يعجبون اللي بيقولوا لأنه هو يلي ترك كل شي يعني وافتقر إلى الله فقط ما بقى يهمه إن كان بده يخسر شو ما كان بهالدني لأجل الشهادة للحق هايدي كمان من هكا الرهبنة هي رسالة نبوية تجاه العالم كله حتى ترد البشرية وترد الإنسان إلى إلى الله طيب بأي عمر لازم الواحد يبلش اختباره بالرهبن الأرثوذوكسيين هلأ نحن الحقيقة كل دير الليه نمطوا بيحدد بهالأمور هايدي ما في خلنا نقول قاعدة عامة بالقديم كانوا يكون في يخدون أولاد صغار مثل عمدرسة داخلية ومنهم كان يطلع ينشؤون ومنهم كان يطلع رهبين أو رهبين هلأ اليوم هالنمط على القليلة عنا بإنطاك يا بابا موجود يعني اليوم اللي بده يصير راهب بده يكون فوق سن الرشد فوق 18 ايه فوق 18 الحقيقة حتى يقدر يقبلو يتدرج بهالطريق طيب سيدنا إذا بدنا نبسط أكتر الأمور كل كل أبرشية عندها رهبانتها أو في رهبانت بكل الدول العالم تحمل نفس الاسم نحن بالكنيسة الأرتودوكسية بحسب قانون مجمع خلق دونيا مجمع خلق دونيا حدد أنه كل الرهبان أو الأديرة بأبرشية معيني يتبعون مطران الأبرشية فما عنا مثلا مثل بالرهبانات الكاتوليكية مثلا رهبانة أنطونية رهبانة كرمالية مريمية لا كل مطران بأبرشيتو الأديار هي تبع لقلو وبالتالي ما عنا تنقول نظام بيجمع أنه تنقول رهبانات كلها مجموعة بتنقول تحت رئاسة واحدة أبيتي واحد أو هيك يعني تنقول هلأ بزحلة بأبرشيتك بزحلة في رهبانة واحدة هلأ اليوم في محاولة خلنا نقول يعني في عنا بقوسية هالدير اللي عم نحاول يصير في حياة رهبانية في أخت هون يكلم أنا بالمطرانية معي هون في يعني معي إخوي رهبان بس إني رهبان كهني أو شمامسي صاروا وفي كمان حد المطرانية عملنا مثل مقر لأخوات راهبات كمان بس هالأخوات الراهبات يعني هني شوية عندهم مدى خدماتي رسالي بالعالم يعني نعم كم راهب يعني في اليوم بالأبرشي إذا من نحكي بس بزحلة بو وبعلبك طوبة هلأ اليوم يعني في عنا إذا بننقول رهبان رهبان هن التلاتة اللي معي تلاتة وفي كرهبات في تلاتة طيب في دارسين وفي ناس تحت الاختبار هلأ حاليا يعني في في ناس عم يترددوا بس بده وقت الواحد يعني قداش بده وقت أولا شو لازم يخضع نحنا أول شي التواحد يدخل بالرهبان بده يكون عنده أول شي أب اعتراف أو أب روحي نعم مرشد يعني مرشد أكتر شوي من مرشد هو بحاجة يصير عنده يصير أنه رئيس الدار أو رئيس الدار يصيره هن الأب الروحي لألو تا يقدر يفوت بالدار نعم من هاك الأديار مرتبطة بالرئاسة تبعا يعني الأب الروحي هو إجمالا رئيس الدار وهو يعني هلأ نحنا بانطاكيا يعني صار في رهبانات أسست جديدا فمعظم اللي أسسوا بعدهم هن موجودين يعني فالواحد عمليا طي يصير راهي بالدار بده يبلش مسيرة روحية مع رئيس الدار الأب الأب الروحي بها المسيرة بصير يلاحظه هالشخص هال سلوكه سلوكه محبته لربنا صليته طوبته وهو لما هو بعبر عن رغبته بيصير بيطلب منه يتردد أكتر على الدار يقضي أيام أكتر منسميها خلوة نحنا يعني بيطلع بيعدله جمعة لما بيصحله بيعدله شهر يعني بده تمرقله سنتين ثلاثة بهالطري طي يكون آه طي يكون شايفه خذ على الاختبار المظلم آه صحيح وبعدين بعدين بيسمح له ينتقل على الدار هلأ بالدار كمان في عنده مرحلة تانية بده يقضي له على القليلة سنتين ثلاثة طي يبين مثل طالب رهبني بيكون نحن نرجع لهم كلهم بالتفصيل هادي بس قبل هل تختلف يعني حضرتك قلت أنه بإنطاقيا هل تختلف مدرسة إنطاقيا الرهبانية عن مدارس أخرى تانية يعني مثل الأدس أو مثل تنقل يونان أو روسية أو غيرها يعني بالمبدأ نحنا نفس السيستام يعني الرهبانية تطبيع المطران الأبرشية بكنيسة القدس عندهم شوي نظام خاص الحقيقة أنه كل شي بيتبع المجمع يعني الرهبانية حتى هونيك إذا واحد بده يصير راهب المجمع المقدس بده يوافق على هالشي نحنا هون لا القصة يعني بيعلم المطران الأبرشية والأب الروحي هو اللي بيقول إذا هذا خرج أو لا رح نرجع نتابع نحن بك هذا الحديث الشيق إنما قبل رح نتوقف مع ترتيله بعد فاصل وإلى الجزء الأخير من هذه الحلقة يا ربي إليك صرخت فاستمع لي استمع لي يا رب يا ربي إليك صرخت فاستمع لي أنصد يا رب لتستقيم صلاتي كالبخوري أمامك وليا وليا كن رفعو يا دي يا ربي كالبخوري كالبخوري أمامك وليا كالبخوري 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 أبناء الأورتوذوكسية مع سيدنا طبعا الميتروبوليت أنتونيوس السوري راعي برشية زحلي وبعلبك وتوابعون للروم الأورتوذوكس ونحن بدار المطرنية خلينا نرجع نكرر بشابال الصغيرة نرجع منتابع قبل ما نروح ل شو الشروط اللي لازم فوت فيها ونروح أكتر بهذا العمق للشاب أو للفتاة اللي حبين يعملوا هذا الاختبار ويصوروا رهبان في بعض قصص بدك تقلنا إياهون صحيح صحيح يعني كنا حكينا أنه الحياة الرهبانية نبوية قلنا ليش لأنه الرهبان هن بيصدموا العالم يعني أول شي بحياتهم تاني شي بشاهدتهم للحق يعني مثلا الرهبان بيريدوا الطاعة لربنا نعم الناس بالعالم بيريدوا يطيعوا نفسهم هن بيقولوا لهم ما هيك يعني الناس بيطلبوا بالعالم اللزة شو مكانة الوسائل الرهبان بيقولون لا بتكون تسلكوا بالعفة الرهبان بيعيشوا بالفقر العالم أساسه أنه يعيش بالغنى يطلب الغنى الإنسان تناقض كل يعني تناقض يعني من هكي بيصدموا العالم هايدي رسالة نبوية تتخلي الإنسان يفكر يا عمي إنه الحياة شو هل الحياة بس هون ولا في شي أبعاد لأن إذا ما في شي أبعاد بيكونوا الرهبان ما تويخزني أغبية عشو عم يتعبوا حولهم بلعيشي هايدي بس إذا في شي أبعاد لا سيتهنى الحكماء خلينا نتعلم منهم ما نضيع بالدني باللي بتعرضوا علينا بكل شي بدون تمييز هلا الحياة الرهبانية رسولية لأنه كمانا يعني بالرهبانة في تتلمذ يعني الراهب بيتتلمذ على الأب الروحي والرسل تتلمذوا على الرب وحملوا بشارة الملكوت للعالم والرهبانة هي غايتها أن تكشف حياة الملكوت من خلال حياة الشركة يعني بدون ما يروحوا أن يمكن لبرة يبشروا بالملكوت الناس لما بتجي على الدار بتعيش الملكوت من خلال هالسلام والفرح يلي بيلاقوه والوداعة واللطف يلي بيلاقون عند هالرهبان بالأديار والحقيقة كتيرين الناس وأنا منهم يعني بس كتيرين كمان بيقولولي أحيانا كتيري بس تروح تزور دار شي إنك تدخل بالدار بتحس بسلام شي غريب يعني عن الهلاب لأنه هذا محل مملوء بالصلاة مملوء بالصلاة بالنعمة فمن هاك يعني الرهبان غايتهم يجددوا الكنيسة بهالبشارة وبهالكشف لسر الملكوت بحياتهم اليومية من هاك إني رسوليين بهالمعنى هلأ الحياة الرهبانية تأملية لأنه الحياة الرهبانية مبنية على حياة القلية بشكل أساسي يعني الراهب النهاره بيكونوا مقصم جمالا بيكونوا بقصمون أربع ستات النهار يعني أربع وعشرين ساعات كل ست ساعات بيكون في شي يعني عنده ست ساعات بالنهار على القليلة يتأمل دون لقلوا ست ساعات دو يكونوا عمل مشترك ست ساعات بيكونوا شو بقولوا كمان صلوات لتورجية هاك يعني النهار بيبرم بيحط ست ساعات بيناموا طبعا بيطلع لهم شوية نوم اه فمن هاك الحياة التأملية مهمة كتير والتأمل بيصير انه الراهب بيقليته بيقرى الكلمة الإلهية يتأمل فيها في الصلاة وبيقليته بيسجد بيصلي هونيكي شو بيقولوا جهاده يلي ما حدا بيشوفه الله الله من هيك الرب يسوع بيقول متى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك عليك وابوك الذي يرى في الخفية يجازيك على نيتا هايدي الحياة الالية هي اساس حياة الراهب يعني اللي ما عنده جهاد الالية حيث بيكون كل راهب عنده قانون نسميه يعني برنامج صلاة وقراءة روحية يحدد له ايه الاب الرئيس او الام الرئيسي بحسب ما يناسب طاقته ايه وبحسب ما يناسب خبرته وعمره اه تحتى بيها الحياة الالية يبلشين ما في معرفة نفسه يعني يعرف خطاياه وفي معرفة الله لانه القديس انطونيوس الكبير مرة بيجي احد الرهبان بيسأله سؤال بيقله كيف اعرف الله شو بيجيبه بيقله اعرف نفسك فالانسان بحياة الالية بدخل بها التأمل الداخلي بنفسه يغوص الى اعماق ذاته حيث يرى الله وحيث يرى خطاياه من هاك حياة الالية هي صعبة لانه اصعب شي انه الانسان يواجه نفسه ليش لانه الانسان يحيا في الصورة التي صنعت له يمكن بتربيته والصورة يلي هو يمكن بعدانا كمله بحياته بس اللي هي ما بتعبر عن حقياته الداخلية من هاك اصعب شي هلا كل واحد منا نحنا او من اللي عم يسمعونا اليوم يحاول يقعد نص ساعة بغرفته لا يفتح تليفون لا يفتح كتاب ولا يفتح شيء يشوف شو بيصير معه وبيراسله مزبوط من هاك حياة الالية هي جوهر الحياة الرهبانية هالتأمل في الكلمة الالهية وفي الله يلي بعدان بالنعمة ربنا بينقل الانسان الى المعاينة الى معاينة الله وهيدي خبرة الرهبان شرقا وغربا حقيقة بهالموضوع موجودة وفي شهادات كتير عنها من تابع؟ هلا الحياة الرهبانية هي حياة التوبة التوبة باليونانية متانية تغيير الذهن بطريقة التفكير بالعبرة شوب يعني غير طريقك كون رايح بطريق بتجي عكسه من هاك هي دائما امتداد الى الامام انسى ما وراءه وامتد الى الامام مثل ما بيقول بولوس الرسول والتوبة هي في العمق جوع الى الله وعطش لا حدا له اليه بالتوبة الانسان بيجمع بين شغلتان وتناقضتان بين شعوره بخطيقته وداش هو صغير لما بيكون عم يعمل خطيه والشعور بقداسة الله وعظمة الله من هاك هال هالحضرة الالهية بتخليه شوف وان هو عم يحط حوله وبنفس الوقت بيعرف وان الله بده يحطه الله بده يقديس هو وان عم يحط حوله هدا بيحرك التوبة من هاك هي التوبة عمل مستمر دائم ما في يقول الواحد انا اليوم تبت خلص خلصت الرب يسوع لما بلش البشارة قال توبه فقد اقترب ملكوت السماوات يعني عمليا عطانا كلمة توبه باليوناني يعني باللغة اليونانية اللي مكتوب فيها الانجيل هادي جاي بفعل الامر المستمر يعني توب دائما من هاك حياة الراهب هي توبه مستمرة حتى يحصل على الله وما عم يطلب شي بدني عم يطلب الله الحياة الرهبانية تمجيد مثل الملائكة لانه الحياة الرهبانية هي حركة دائمة والتمجيد والتسبيح كمان هو امتداد دائم نحو الله لتمجيده على محبته على عظمته على كل الخيرات اللي عاطينا إياها من هاك هادي باللتورجية هادي كمان حياة الراهب هي اللتورجية أساس جزء أساس منها واخر شي يعني هي تجدد للذهن والفكر والقلب يعني الانسان بيصير عنده فكر جديد بولوس الرسول بيقول برومي جددوا أذهانكم ليكن فيكم فكر المسيح بفليبي من هاك الانسان المسيح لازم يكون عنده فكر المسيح وابلو فورت ريزون الراهب لازم يكون عنده فكر المسيح يعني لما بتجي تسأل راهب عن شي ما مفروض يجيوبك من نفسه ولا من فكره دو يجيوبك من الكلمة الإلهية ومن خبرة الروح القدوس في حياة الكنيسة حلو يلي هي كمان خبرته لازم تصير فإسان هايدي هيك المناحة للحياة الرهبانية يلي الواحد الراهب بيسعى أنه يعيشها طيب اليوم كم سنة بده الواحد يخطع قلت اللي للاخديبار بحدود سنتين تقريبا يعني سنتين أو ثلاثة بيكون طالب رهباني خلنا احنا هم معنا اخت مثلا هلأ صار له سنتين بعدها طالبت رهباني يعني يعني ما في النظرات لا حتى بس من لبسها يعني أسود بس حتى عراسة ما بتحط شي لما الإنسان يقبل كمبتدئ مبتدئ من لبسه الغنباز والكوندو أو مثل الجيلي يعني وثكوفة هايدي لتدل إنه هو صار مبتدئ يعني يبلش بهالطريق هلأ بعد الإبتدة طيب يصير لابس جبه يعني راهب بدون نزور إسا بتاخد له يعني بدوش سبع سنين رح نحن هيك أكتر بالتفصيل عن هذه التراتبية بالحلقة المقبلة قبل ما نختم شو بعبدنا نضيف؟ الحقيقة بس بدي أقول شوي حول الدعوات الرهبانية كيف الإنسان كيف في دعوات رهبانية عندكم؟ في دعوات رهبانية كيف الله بيدعي الإنسان للرهبانية؟ نعم في ثلاث أنواع بحسب يعني ما بيقولوا الإباء بشكل عام أن النوع الأول هو الدعوة المباشرة من الله يعني إجمالا الله يمكن بيظهر على الإنسان إن كان بالحلم أو باليقظة بيدعيه أو مخير رسالة بحياته؟ أو هي هيدة الثانية هي الدعوة يلي بواسطة ناس آخرين والثالثة هي اللي بتصير بيداعي الحاجة يعني إنسان يمكن يصير عنده صدمة بحياته شو بعرفني؟ يمرق بظرف صعب يخليه يفكر شو معنى الحياة لشو أنا موجود بهالدني يختار هالطريق هلأ ما في شك إنه اللي اللي مدعوين مباشرة هيدة لأعطوا نعمة شو بقولوا مميزة بس كمان هدا ما بيعني إنه هن حيكونوا مميزين أكتر من غيرهم لأنه في ناس بيفوتوا يعني بسبب الحاجة أو الضرورة أو لظرف معين وبيجتهدوا بيصيروا أكتر من اللي الله عطاه النعمة بيختبروا حالهم جواه بتفتح الأفاق قدامهم صحيح وفي ناس من اللي الله بيدعيهم ديريكت بيخسروا هالنعمة في ناس مبعوضة تكفي؟ في ناس ممكن ما تكفي رغم هالوقت الطويل وفي ناس أحيان بيكون بعض الصراع بداخلهم قوي بيجي الشيطان يعني الشيطان ما بيترك الراهب من هكي دايما 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 لما بتشوف الراهب بتقول له الله يثبتك هيدة أهم شغلة أن يبقى ثابتاً صحيح بعد عندنا شي بدنا نقول له وفينا نروعة غير موضوع هلأ فينا نروعة غير موضوع طيب قبل ما نروعة غير موضوع غير حلقة خلينا بس نقول للمشاهدين أنه الفرق ما بين الكتينسة الكاتوليكية والكنيسة الأرثوذكسية كتير كبير بالمدارس الرهبنية هلأ اليوم ككنيسة أرثوذكسية نحنا الرهبنة نسكية بشكل عام نعم الرهبنة الكاتوليكية صار عندها عدة أنماط نعم في رهبنة بسموها يمكن رسولية بيخدموا بالعالم في رهبنة نسكية وفي حتى بسمع أنه رهبان علمانيين صحيح نحنا اللي بدك تسميه راهب راهب يعني هو اللي بيععد بالدار هلأ اليوم مثل ما قلت نحنا بالمطرانية هون يعني هالأخوة والأخوات اللي معي هن رهبان عم نسعى يعيشوا هالأمور هايدي اللي عددني هالستة هالمناح الستة للحياة من تأمل إلى لتورجيا إلى رسالة إلى بشارة من خلال العمل مع الناس الحقيقة ويحافظوا على الأساس المتيني اللي هو حياة القلية وحياة الكنيسة بدلا شكراك سيدنا المتروبوليت أنتونيوس السوري رعب رشيد زحلي وبعلبك وتوابعهم للروم الأورتودوكس أكيد شكرا شكرا للمطرانية اللي استضفتنا مخلصنا الموضوع رح نروح لحلقة تانية الأسبوع المقبل الله يقويك شكرا لألك شكرا لألك قبل ما نختم أكيد بدنا نحمر زودتنا من خلال ترتيلة وحلحن بيزنطي شكرا للمطرانية اللي اشتركوا في القناة شكرا للمطرانية اللي اشتركوا في القناة شكرا للمطرانية اللي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة